عايز اقول خبر هيفرح ويسعد الزمالكوية جدا يعني الزمالك بصدد بصدد تزديد مديونياته والاحكام اللي عليه في غرامات في الاسبوع الاول من شهر يناير الاسبوع الاول من شهر يناير هيتم الاعلان عن تزديد غرامات نادي الزمالك للجهات المختلفة وايضا رفع اقاف القيد عن نادي الزمالك الاسبوع الاول ربما في الاسبوع الاول ده كمان في يناير يتم الاعلان عن بعض الصفقات الجديدة اللي ممكن تسافر مع الزمالك في رحلة الامارات للمشاركة في البطولة الودية اللي هيلعب نادي الزمالك فيها خلال اسبوع الزمالك بدأ الاجراءات خلاص في اجراءات رفع اقاف القيد وتزديد المستحقات أو الديون اللي عليه خارجيا وداخليا خبر اعتقد يعني خلي الزمالكوية النهاردة يناموا مبسوطين قبل ما نخش على المواتش بقى انا اعقب على الخبر اللي انت قلت بقى امر جاد بالنسبة لجمهور نادي الزمالك وبالنسبة لإدارة نادي الزمالك اللي كان شغلها الشغل اول ما كانت تولت المسئولية انها تحل ازمة القيد الفريق عانى منها حوالي سنتين وارا بعد هو يدخل مركات والصفي قبل الماضي اللي قدر يحل فيه بعض الازمات الفنية داخل الفريق لكن شوف ناس سنادي من غير اي انتدابات الفرقة عندها مشاكل فنية بشكل كبير على مستوى الخطوط كلها طبعا خبر زي ده او انه يتم في بداية شهر يناير هيحل ازمة كتير من الزمالك اشتركوا في القناة